الى التفاصيل تبدل القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي جهودا كبيرة في استقبال اللاجئين السوريين والتعامل مع لجوئهم للمملكة تفاصيل اوفا في التقرير التالي مع دخول الازمة السورية عامها الخامس تبدل القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي جهودا كبيرة في التعامل مع ازمة اللجوء السوري فما أنفقته القوات المسلحة وحدها للتعامل مع مسألة اللجوء السوري يزيد على 500 مليون دينار أردني مقابل مساعدات دولية لا تلبي الطموحات في هذا المجال قائد قوات حرس الحدود الملكية أوضح أن ألية العمل والخدمات المقدمة من قبل الجيش العربي للاجئين من الأشقاء السوريين من لحظة دخولهم أراضي المملكة وحتى وصولهم مراكز إيواء واستقبال اللاجئين تتطلب جهودا إنسانية كبيرة خصوصا وأن قوات حرس الحدود استقبلت ومنذ بدء الأزمة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين منهما نسبته 91 بالماء من النساء والأطفال وتسع بالماء من الرجال بضفة إلى أن المراكز الطبية المتقدمة والتي تديرها طواقم من الخدمات الطبية الملكية علجت ما يزيد على 90 ألف حالة مرضية مختلفة انطلاقا من الواجب الديني والأخلاقي والإنساني والقيمي لعقيدة القوات المسلحة الأردنية وبتوجيهات مباشرة من القيادة الهاشمية الحكيمة التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تتحملها المملكة في هذا السياق كبيرة والجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية للتعامل مع أزمة اللجوء السوري منذ عبورهم إلى استقبالهم ولغاية تقديم الخدمات لهم مراحل تتطلب جهودا كبيرة فاستقبال للاجئ سوري ضاقت به السبل شيمة أردنية تتجلى فيما يقوم به جيشنا العربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر